بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمون علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العلم بالدين وأن يرزقنا العمل بالعلم وأن يرزقنا الإخلاص في العمل إنه كريمًا وهاب نبدأ درسنا الجديد نقول بارك الله فيكم نحمل نقول بارك الله فيكم فروض الوضوء ستة الأول النية الثاني غسل الوجه الثاني غسل وجه الثاني غسل وجه فيجب على المتوضع أن يغسل وجهه وأن يغسل الشعر الذي على وجهه والوجه معناه يمتد من منابط الشعر إلى أسفل الثقن ومن الأذن إلى الأذن هذا كله يجب غسله بعض الناس عندما يتوضع هذا المكان هذا المكان ترون هذا المكان هذا من الوجه بعض الناس يغسل إلى هنا فقط هذا لا يغسله هذا وضوءه باطل وصلاته باطلة لأن هذا من الوجه فيجب عليه أن يغسله بل قال العلماء يجب عليه أن يغسل زائدا عن الوجه حتى يغسل الوجه مثلا الوجه لهنا يغسل قليلا إلى أعلى لأن ما لا يتم الواقب إلا به فهو واجب لا يتم غسل الوجه إلا بأن تغسل شيئا من الرأس وأن تغسل شيئا من الأذنين وأن تغسل شيئا من العنق وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولذلك ننتبه الإنسان عليه أن يغسل وجهه كاملا وأن يغسل قزءا من الرأس وقزءا من الأذنين وقزءا من العنق حتى يغسل الوجه كاملا ويجب عليه أيضا أن يغسل الشعور التي على الوجه وقد قلت لكم قديما إن الشعور التي على الوجه كم عددها كم عدد الشعور التي في الوجه نسيتم عشرون عشرون ذكرت لكم وقذبت لكم هذه الرسمة نسيتم هذا أو لا؟ هم؟ ترجمة نانسي قنقر 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 هل يوجد القلم الأحمر هذا ماذا يسمى هذا ماذا يسمى حاجب وحاجب هذا وهذا 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 ماذا يسمى أهداب كم منهم أهداب كم عددهم أربعة في كل عين اثنان هذا ماذا يسمى شارب هذا ماذا يسمى عنفقه هذا ماذا تسمى هذا وهذا السبالان اثنين السبالان هذا ماذا يسمى الذي ينبت على الجبهة ماذا يسمى الغمم 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 ما معنى الغمامة الغمامة ما معنى الغمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوين الزهراوين البقرة والعمران فإنهما ياتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ما معنى غمامتان السحاب الغمم هذا يكون كذا مثل السحاب يكون هنا مثل السحاب هكذا يغطي تمام يسمى الغمم هذا الذي مقابل الأذن هنا يوجد عظم يوجد عظم هنا أمام الأذن هذا ماذا يسمى هذا الشعر ماذا يسمى العذار هنا في الخد اسبر اسبر ليس العارب هنا في الخد ليس هنا هنا في الخد هذا هذا ماذا يسمى الخدان الخدان هنا بعض الناس عندهم شعر هنا في هذا المكان بعض الناس عندهم شعر هنا وهنا في هذا المكان واضح إذا أرادت زوجته أن تقبله تقبل الشعر صح هنا نعم هذا الشخص الذي عنده شعر هنا وشعر هنا ماذا يسمى هذا الشعر الخدان تمام هذا الشعر ماذا يسمى هذا اللحية أو هذا عفوا هذا اللحية الذي يموت نعم تمام وهذا ماذا يسمى العارض كم صار الآن كم عندنا الآن عندنا العذارين هنا عذار وهنا عذار اثنين وعندنا الخدان وعندنا العارضين وعندنا اللحية الذقان انظر ماذا قال في الكتاب ذكرهم كلهم في الكتاب عشرين واحدا انظر في افتح قال شعور الوجه شعور الوجه عشرون الغمم الغمم تقرؤون معي وهو الشعر النابت على القبهة هذا والحاجبان الشعران النابتان على العين هذا وهذا والخدان الشعران النابتان على الخدين هذا ينبت على الخد والسبالان السبالان أين السبالان هندرا أين السبالان السبالان هنا تمام والسبالان قال وهما طرفاء الشارب طرف هذا الشارب الطرف هنا طرف هذا والعارضان المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن يعني هنا منخفضان ليس مقابل الأذن منخفض ما معنى منخفض أقل هنا تمام والعداران وهم الشعران النابتان بين الصدق والعارض المحاذيان للأذنين محاذي أمام مباشرة هذا تمام والأهداب الأربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة أهداب تمام قال واللحية وهي الشعر النابت على الذقن أين تمام والشارب وهو الشعر النابت على الشفى العليا أين الشفى العليا هذه هذا قال والعنفقة وهو الشعر النابت أسفل الشفى السفلاء هذه الشفى السفلاء أسفل هنا قال والنفكتان وهما الشعر النابت على الشفى السفلاء حول العنفقة بعض الناس هنا في هذا المكان نظر واضح النفكتان 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 كم صار العدد عشرون نعدهم هنا واحد هنا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون عشرون شعرا في وجهك في وجهك عشرون شعرا كل واحد له اسم فهمنا كان مرة أحد الناس من العامة دخل المسجد وأحد مشايخي يشرح هذا يشرح الشعور التي في الوجه النفكتان السبالان العنفق فهذا العامي لا يدري قلس في الدرس فهو يسمع هذه الأشياء النفكتان في وجهك النفكتان أين النفكتان هو لا يعرف السبالان لا يعرف أين العنفق لا يعرف فقال هذا العامي عندما دخلت المسجد كنت أعرف وجهي لكن الآن أنا لا أعرف وجهي لا أعرف يأتي بأشياء أول مرة أسمع يقول النفكتان أين أنا لا أعرف هذا في وجهك كيف في وجهك لا تعرف السبالان أين السبالان لا أعرف في وجهك السبالان أين السبالان لا ينظر هكذا قال أنا الآن لا أعرف وجهي عندما دخلت المسجد كنت أعرف وجهي الآن أنا لا أعرف وجهي واضح هذا لا بد أن تعرفه طيب الآن ياتي السؤال هل هذه الشعور يجب أن نغسلها جميعا في الوضوء أم لا هل يجب أن نغسلها جميعا في الوضوء أم لا نقول هذه الشعور تنقسم إلى قسمين الشعور في الوجه قسمان القسم الأول اللحية والعارض أين اللحية والعارض هذا وهذا القسم الثاني باقي الشعور ما معنى باقي الشعور الآخر الذي هو ماذا الذي هو الأهداب العنفقة الشارب الحواقب هذه بقية الشعور جميعا العذار كل الشعور بقية الشعور هذه يجب غسل ظاهرها وباطنها ما معنى غسل ظاهرها وباطنها ظاهرها ما ظهر منها باطنها الداخل يجب أن تغسل ظاهرها وباطنها سواء كانت خفيفة أو أو كثيفة سواء كانت خفيفة أو كثيفة خفيفة ما معنى خفيفة خفيفة الخفيفة هي التي ترى الجلد البشرة البشرة تمام أم سأن ما المقصود بالبشرة جماعة الإمام النووي سألوا جماعة الإمام الرافعي صح قالوا ما المراد بالبشرة قالوا له البشرة الجلد قالوا له لي ماذا تقولوا alternative البشرة يعني ليس السن والضفر والشعر لكن كان سؤالهم خطأ ليس القواب خطأ القواب صحيح لكن السؤال السؤال كان خطأ صح جماعة ما من نو يتذكرون هذا ونسيتم الحمد لله نقول الخفيف ما معنى الخفيف الذي ترى البشرة من خلاله الكثيف الذي لا ترى البشرة من خلاله فهمنا اولا واضح وغير واضح احتاج وضح هذا ممكن تأتي الهنا انت انت ياتيني ياتيني انظر انظر الى حاجبه هل ترى الجلد من خلال حاجبه او لا هل ترى الجلد من خلال حاجبه او لا هذا كثيف انت لو وقفت هنا بينك وبينه متر تقريبا هل ترى الجلد من خلاله هذا لا ترى اذا هذا كثيف لكن في مكانك هل ترى الجلد من خلاله هذا او لا ترى ترى هذا خفيف فيجب على هذا وهذا ان يغسل ان يغسل هذا الشعر الكثيف والخفيف ما معنى الكثيف ما معنى الخفيف الكثيف الذي لا ترا القلدة لا ترا البشرة وأنت في مجلس التخاطب يعني نحو متر مترو نصف لا ترى الجلد مثل هذا الخفيف الذي ترى الجلد من خلاله وانت في مجلس التخاطب مما معنى مجلس التخاطب يعني مكان تتكلم معه هكذا مثل الآن متر متر ونصف هكذا إذا كنت ترى القلد هذا يسمى ماذا خفيفا إذا كنت لا ترى هذا يسمى يسمى كثيف 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 أيها كثيف أحسن واضح فضلا شكرا جزيلا لكم جزاكم الله خيرا فهمنا بارك الله فيكم إذا بقية الشعور يجب غسر ظاهرها وباطنها سواء كانت خفيفة أو أو كثيفة لكن اللحية والعارض اللحية والعارض هذه فيها تفصيل إذا كانت كثيفة نقول يجب غسل ظاهرها فقط إذا كانت كثيفة اللحية العارض كثيف ما معنى كثيف لا ترى القلد من خلاله الآن مثلا هنا ترون القلد أو لا ترون لا ترون هذه كثيفة إذا فقط يجب علي أن أغسر الظاهر فقط لا يجب أنني أدخل الماء إلى الداخل واضح لا يجب يتخال الماء إلى الداخل لأنها كثيفة إذا الكثيف فقط الظاهر الظاهر لكن إذا كانت خفيفة إذا كانت اللحية خفيفة تمام مثل من مثل بدر الدين عنده لحية صغيرة صغيرة جدا بدر الدين هذا لحية خفيفة هذه صح ترى البشر من خلالها هذا نقول يجب عليك إيصال الماء إلى إلى الداخل تغسل ظاهرها وباطنها أما أنا فقط تغسل ماذا ظاهرها فقط تمام لأن لحية كثيفة ولحيته خفيفة ما معنى كثيفة كثيفة أي أنك لا ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب انتبع على كلمة في مجلس التخاطب ما معنى مجلس التخاطب المكان الذي تتخاطب مع الشخص يعني بينك وبينه متر مثلا أو متر ونصف مثلا تمام أما إذا كانت أما إذا كانت خفيفة فيجب أن تغسل ظاهرها وأيضا باطنها فهمنا شكرا جزيلا الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط طيب وباطنها يجب غسلها أو لا أيها نقول يستحب يستحب تخليل تخليل باطنها ما معنى تخليل تخليل أن يبل أصابعه بالماء يبل أصابعه بالماء هكذا واضح هذا يسمى تخليل يستحب لا يجب يستحب فهمنا أيها إذن أولا سنقرأ آه بعد ذلك سنقرأ عندما في المحاضرة الثانية سنقرأ كاملا هذا طيب بعد ذلك قال غسل اليدين إلى المرفقين انتبه معي غسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين اليد لها ثلاث معاني كلمة اليد ما معنى كلمة يد ما هي اليد ما هي اليد يدك أين يدك أين اليد هذه إلى أين إلى هنا يدك أو إلى هنا أو إلى هنا إلا هنا يدك ليس إلى هنا أو إلى هنا هل اليد هل هذه يد فقط أو هذه أو هذه كلها إلى هنا اليد هل إلى هذا ماذا يسمى يسمى هذا هذا يسمى ماذا رسخ احسن يسمى رسخ اقرأوا الابيات التي ذكرتها لكم شرحت لكم هذا ورسمت يدي هنا صح تذكرون الى هل اليد الى الرسخ او اليد الى المرفق المرفق اين المرفق او اليد الى المنكب المنكب هذا يسمى منكب الى اين اليد نقول احيانا احيانا يكون اليد الى الرسخ قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من اين تقطع يد السارق هل يد السارق تقطع من هنا او من هنا من اين تقطع من هنا إذن في السرقة اليد معناها إلى الرسل هذا أين في السرقة فاقطعوا أيديهما من الرسل يد السارق تقطع من هنا من الرسل فهمنا واضح الله عزوك ليقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى هذا في الوضوء في التيمم قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى أين إلى المرفق عند الشافعية واضح إلى المرفق في اللغة العربية عندما يقول لك في اللغة العربية يد إلى أين إلى المنكب في اللغة إلى هنا في السرقة إلى هنا في الوضوء والتيمم إلى هنا فهمناه لا واضح واضح الآن على ماذا نتكلم نحن على الوضوء إذن الوضوء إلى أين إلى إلى المرفق ولذلك هنا يقول لك يجب عليك أن تغسل اليدين إلى المرفقين طيب انتبه إلى إلى المرفقين هل إلى المرفقين يعني إلى هنا أو إلى هنا هذا المرفق صح يدخل أو لا يدخل إلى هنا لا يدخل إلى هنا يدخل ما رأيكم يدخل أو لا يدخل مبارك يدخل أو لا يدخل 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 أو لا يدخل كلمة إلى في اللغة العربية إلى الذي بعدها يدخل أو لا يدخل طيب ما الفرق بين كلمة إلى وكلمة حتى درستم حروف الجر درستم حروف الجر لو قلت لكم أكلتم أكلتم السمكة إلى رأسها أكلتم السمكة حتى رأسها أكلت السمكة إلى رأسها هل أكلت الرأس أو لا نعم أو لا لا يتين يقول لا يصيح يقول لا هكذا أكلت الرأس أو لا يقول نعم بدر الدين ما رأيكم في اللغة العربية لا لم أأكل الرأس في اللغة لم أأكل الرأس لأن إلى الذي بعدها ليس داخلا إلى إلى هنا هذا لا يدخل هكذا في اللغة لكن في الشرع لا في الشرع يدخل في اللغة لا فهمنا لكن لو قلتم أكلت السمكة حتى رأسها أكلت الرأس أو لم أأكل الرأس أكلت الرأس أعطيكم مثال ثاني أوضح انتبه انتبه قرأتم القرآن إلى سورة ياسين قرأتم القرآن حتى سورة ياسين هل قرأتم سورة ياسين أو لم أقرأ سورة ياسين قلتم قرأتم القرآن إلى سورة ياسين تعرفون سورة ياسين قرأتم القرآن إلى سورة ياسين قلتم قرأتم القرآن حتى سورة ياسين في الجملة الأولى قرأتم القرآن إلى سورة ياسين في اللغة العربية عندما يسمعني العربي أقول قرأتم القرآن إلى سورة ياسين هل قرأت سورة ياسين أم لا لا عندما يقول قرأت القرآن حتى سورة ياسين قرأت سورة ياسين أو لا قرأت هذا الفرق لكن هنا في الوضوء لما قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق العلماء قالوا المرافق يدخل لماذا يدخل قالوا لأن إلى هنا بمعنى مع المرافق المرافق يدخل وهذا بالإجماع المرافق يدخل واضح لأن إلى بمعنى مع قال الله عز وجل في القرآن الكريم ويزدكم قوة إلى قوتكم ما معنى إلى قوتكم مع قوتكم فهمنا إذن تغسل اليدين تغسل اليدين مع المرافق فإلى في الآية في الآية الكريمة إلى بمعنى بمعنى معه انتبه لكن في اللغة العربية إلى ليست بمعنى معه في اللغة العربية إلى ما بعدها لا يدخل فيها لا يدخل فيما قبلها ولذلك الفرق لما تقول أكلت السمكة حتى رأسها يعني مع رأسها ولما تقول أكلت السمكة إلى رأسها يعني لم تأكل لم تأكل رأسها يوجد فرق أو لا يوجد فرق يوجد فرق انتبه فيجب عليك أن تغسل اليدين مع المرفقين يعني ويجب عليك أن تغسل الشعر الذي على اليدين حتى وإن كان خفيفا أو كثيفا تغسل وإذا كان هناك وسخ تحت الأظفار يجب أنك تزيل الوسخ حتى يصل الماء والمرأة إذا كانت تضع لك زوجتك ليس الآن في المستقبل تضع لك هذا الألوان هنا وتضع لك هنا قلب وهنا اسمك أنغت تضع لك هنا حرف واضح هذا عند الوضوء تزيله حتى يصل الماء حتى يصل الماء إذن لا بد أن تزيل الوسخ ولا بد المرأة أن تزيل طلاء الأظافر حتى يصل الماء وإذا قطعت يده نفترض أن يده مقطوعة من هنا يغسل الباقي أو لا يغسل الباقي شخص يده مقطوعة قطعت يده من هنا بقي هذا يغسل هذا أو خلاص يغسل هذا لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم هو يستطيع يستطيع هنا هذا لا يستطيع خلاص هذا يسقط لكن هذا يستطيع يجب فاتقوا الله ما استطعتم لو قطعت يده إلى هنا يجب عليها أن يغسل هذا أو لا يجب لا يجب قطعت يده من هنا قطعت يده من هنا هل يجب عليها أن يغسل الباقي هذا لا يجب واضح لكن لو قطعت يده من هنا يجب عليها أن يغسل الباقي أو لا يجب يجب واضح الفرق واضح انتبه الأمر الرابع من فروض الوضوء هو مشح بعض الرأس مشح بعض الرأس هنا اختلف العلماء فعندنا للعلماء ثلاثة مذاهب ثلاثة أقوان معنا قول مالك الإمام مالك والإمام أحمد ومعنا قول الإمام أبو حنيفة ومعنا قول الإمام الشافعين الإمام مالك والإمام أحمد قالوا يجب مسح جميع الرأس عندهم يجب أن تمسح جميع الرأس يجب أن تمسح جميع الرأس واضح عندهم يجب أن تمسح جميع الرأس قال الإمام أبو حنيفة يجب أن تمسح فقط ربع الرأس يجب أن تمسح ربع الرأس فقط ليس كاملا يكفي الربع يعني مثلا هذا رأسه هكذا نصفين هكذا نصفين يكفي أن يمسحه هكذا الربع فقط فهمنا واضح يمكن أستعير هذا حتى يروا عفوا هذا رأسه هذا رأسه غفاري هذا رأسه غفاري هكذا نصفين هكذا نصفين يجب أن يمسح الربع فقط هذا فقط الربع هذا عند من عند الإمام أبي حنيفة تمام أحسنت وقال الإمام الشافعي يكفي أن تمسح بعض شعره يكفي هكذا يكفي يكفي أن تمسح بعض شعره أيها هكذا لكن بشرط بشرط أن تكون داخلة في حد الرأس بشرط أن تكون داخلة في حد الرأس ما معنى أن تكون داخلة في حد الرأس يعني ليست خارقة عن حد الرأس تكون داخلة في حد الرأس واضح؟ يعني مثال عبد الرزاق يأتي لهنا الآن عبد الرزاق أين عبد الرزاق؟ تعالي عبد الرزاق تعالي هذا ماذا يسمى؟ هذا الشعر ماذا يسمى هنا؟ يسمى الغمم فعبد الرزاق في الوضوء مسح هكذا هل هذا على الرأس أو في الوجه؟ هذا في الوجه يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأنه ليس داخلا في حد الرأس لكن لو مسح هنا يصح مسح هذا فقط هكذا لا يصح لأن هذا ليس داخلا في حد الرأس واضح؟ ولديك حتى المرأة عندها شعر طويل تفعل هكذا بشعرها فقط لا يكفي لابد أن تمسح من شعرها الذي يدخل في حد الرأس فهمنا عبد الرزاق أحسنت فضل إذن لابد أن يكون الشعر الذي يمسحه داخلا في حد الرأس طيب في شخص ما عنده شعر خلقه الله بلا شعر ماذا يسمى الذي بدون شعر؟ أصلا أصلا يسمى أصلا الذي بدون شعر ليس عنده شعر ماذا يسمى؟ يسمى أقرأ الذي يحلق شعره أصلا عنده شعر لكن يحلق عنده شعر لكن يحلق هذا يسمى أصلا لكن الذي بدون شعر خلقه الله كذا بدون شعر يسمى ماذا؟ أقرأ أقرأ تعرفون الحديث؟ الذين هم ثلاثة من بني إسرائيل أعماء وأقرأ وأبرص تعرفون الحديث هذا قصة الثلاثة الذي جاءهم الملك فقال ماذا تريد؟ قال أن يرد الله عليه شعري فرد الله عليه شعره ماذا تحب من المال؟ قال أحب الإبل فأعطاه من الإبل ثم جاء إلى الأعماء ثم ذهب إلى الأبرص حديث مشهور على كل حالة لا أقرأ من هو؟ الذي ليس الذي خلق بدون شعر خلق بدون شعر كيف يمسح؟ يمسح على رأسه لأن الواقب الرأس قال الله عز وجل وامسحه بماذا؟ بشعوركم أو برؤوسكم؟ برؤوسكم الواقب الرأس الواقب هو مسح الرأس ولذيك قال العلماء لو مسحت شعرك يعني نفترض على سبيل المثال بدر الدين بدر الدين مسح شعره وقبل أن يصلي حلق فهمنا؟ مسح شعره وقبل أن يصلي حلق الشعر يصح أن يصلي أو لا يصح؟ واضح السؤال أو لا؟ مسح توضأ توضأ ومسح شعره وقبل أن يصلي حلقه يصح أن يصلي أو لا يصح؟ يصح ليس من نواقب الوضوء هل ذكرنا هذا من نواقب الوضوء؟ ليس من نواقب الوضوء إذن يصح فهمنا بارك الله فيكم إذن يصح إذن نقول عليه أن يمسح ولو بعض شعرات داخلة في حد الرأس ما معنى داخلة في حد الرأس؟ يعني ليست خارجة لو كانت خارجة مثل عبد الرزاء هذه لا يصح فهمنا؟ أيها آخر فرض من فروض الوضوء ما هو؟ لا قبل الأخير غسلوا الرقلين مع الكعبين غسلوا الرقلين مع الكعبين الله أزولكم يقول في الآل الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين إلى الكعبين ما معنى إلى الكعبين؟ مع الكعبين يعني الكعبين يغسلان أو لا يغسلان؟ يغسلان إلى الكعبين يعني مع الكعبين يعني الكعبين يغسلان صح؟ كما قلت لكم قبل ذلك إلى المرفقين يعني مع المرفقين مع المرفقين وإذا كان لابساً قفين فإنه يمسع القفين وسيأتي معنا درس خاص في مسح القفين سندرسه إن شاء الله قريباً فهمنا؟ طيب ثم نقول الفرض السادس من فروض الوضوء الترتيب ما معنى الترتيب؟ الترتيب معناه أن يتوضأ كما ذكر الله عز وقل في الآية غسل الوجه أولاً ثم اليدين المرفقين ثم مسحهم بعض الراس ثم الرقلين بهذا الشكل بهذا الترتيب واضح؟ فلو قدم واحداً على واحد مسح الراس ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم الرقلين لا يصح حتى ولو كان ناسياً لا يصح حتى ولو كان ناسياً الترتيب في الوضوء واجب الترتيب في التيمم واجب الترتيب في الغسل مستحب ليس واجباً راقع هذا قد ذكرت لكم هذا من قبل الترتيب واجباً في الوضوء وواجباً في التيمم في الغسل لا يوجد ترتيب الغسل معناه أن تصب الماء على البدم عن نية فقط لا يوجد ترتيب في الغسل واضح؟ تقديم اليمين على اليسار هذا مستحب ليس واجباً الترتيب في الوضوء واجب نكتب هنا الترتيب في الوضوء واجب إلا إنتبه إلا إلا ماذا تسمى إلا في لغة العربية؟ استثناء إلا 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 في حالتين الترتيب في الوضوء واجب إلا في حالتين متى؟ إذا إذا انغمس في الماء حسنتم درستم هذا إذا انغمس في الماء ونوى رفع الحدث شخص في بركة مكان فيه ماء مكان فيه ماء انغمس ونوى رفع الحدث خلاص صح وضوء واضح؟ هنا لا يشترط الترتيب إذا انغمس ونوى رفع الحدث لا يشترط الترتيب سواء كان هذا الماء ماء قليل أو كثير سواء أقل من قلتين أو أكثر من قلتين في الحالتين إذا انغمس في الماء ونوى رفع الحدث يرتفع الحدث يصح الوضوء مع أنه لا يوجد ترتيب حتى لو بقي لحظة يعني مباشرة انغمس ثم صعد مباشرة ونوى وهو تحت الماء يكفي هذا سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا هذه الحالة الأولى الحالة الثانية بارك الله فيكم إذا انغمس في الماء هذه الأولى الثانية إذا اغتسل من الجنابة شخص قنب عليه جنابة فاغتسل من الجنابة يمكن أن يصلي مباشرة ولونما يتوضأ غسر الجنابة يكفيه عن الوضوء شخص جنوب عليه جنابة دخل فتح الماء ونوى رفع الحدث الأكبر نوى الطهارة للصلاة مباشرة يصلي ممكن ولا يقب عليه أن ينوى لضوء واضح واضح بارك الله فيكم في هذه الحالة يسقط الترتيب إذا الترتيب يسقط في حالتين إذا انغمس وإذا كان في غسل جنابة تمام واضح درس واضح خلاص تأخذوا الاستراحة بقي خمس دقائق بعد الاستراحة المحاضرة الثانية نقرأ من الكتاب ونعيد شرح هذا مرة أخرى ونعيد شرح ما في الكتاب نقرأ من أين نقرأ من فصل فروض الوضوء صفحة 79 صفحة 79 تمام إن شاء الله لحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر